طيب خلينا نخرج بقى بره مجال الأطفال شوية ونسأل أسئلة كده عن الأباء والأمهات وبرضه هندخل فيها بنظام صح ولا غلط لأنه أنا واثق أنه فيه برضه لغط كتير جدا عن هذه الأمور صحيح يا دكتور عادل أنه بيجي علينا وقت من العمر لا يمكن تصحيح الإبصار بالنضارة مثلا أكثر مما هو عليه الأمر بمعنى آخر فيه ناس يقولوا أنا رحت للدكتور وبلبس نضارة قراءة تمام وفجأة كده رحت فالدكتور قال لي خلاص أنت مش هينفع نعمل حاجة أكتر من كده ده آخر مستوى للكشف الطبي أي حاجة بعد كده هتبقى تقريبا نفس الكشف هل ده صحة ولا غلط هو عمتت في عيوب الإبصار الكشف بيثبت عند سن 18-19 سنة ده بالنسبة لقصر النظر طول النظر الحقيقة لطيف جدا الاعتماد عن النضارة نبتدي نلاقي في سن 14-15 سنة مقاسه تيجي تقيسه تلاقيه عايز زائد 2 أو زائد 3 لكن هو بيشوف 6 على 6 ومش محتاج النضارة ممكن يتعب شوية مع القراية فيستخدمها للقراية نيجي بقى لما نعدي لسن 35-40 مريض طول النظر يبتدي يشتكم القراية مبكر مريض قصر النظر يشتكم القراية متأخف فرق 5 سنين تقريبا يعني طول النظر يشتكي ويبقى عايز نضارة القراية في سن 35-37 مريض قصر النظر اللي هي الدرجات القليلة يعني مينس 1-2 يحتاج النضارة على سن 1-40 الأطفال أتفضل حضرت كل الناس عند سن الاربعين بيحتاج نضارة القراية كل الناس عند سن الاربعين وبندي نضارة القراية مدرجة يعني في الأول بيحتاج زي الناس بتشتريها حتى اللي هو نظر وسنين بيروح يجيب بلاس 1 مثلا في الأول بعد كم سنة تبقى 1.5 تبقى 2-2 ليه حد أقصى؟ هي بص تقريبا يعني من وقع خبرتي 2.5 بالكتير قوي نادرا اللي بيحتاج بلاس 3 بس هنا عايز أقول حاجة افرض مثلا عندي أرقام معينة بلاس 1- بيتضاف على المقاس الأساسي الرقم ده مش ان انا بلغي الأساسي واخد بلاس 3 لوحدها يعني لو واحد مثلا عنده مينس 3 هتبقى نضارة القراية بتاعته عنده 50 سنة هتبقى مينس 1 نضارة القراية لكن للبعيد هيشوف مينس 3 برضو تمام